إيران تعود من جديد لتؤكد موقفها الدائمة لميليشيا الحوث وصالح وعبر أدوات العنف ذاتها التي أصبحت سمة واضحة في أسلوبها المعروف لزعزعة أمن اليمن والمنطقة فعلى لسان مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي الذي صرح هذه المرة بدون مواربة أن إيران ستتدخل في اليمن بدعم روسي كما حدث في العراق وسوريا يؤكد ولايته أن هناك تحول غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا ولن يقتصر على سوريا وأن رقعة هذا التعاون ستمتد إلى اليمن إصرار إيراني واضح على التمدد في المنطقة العربية عبر افتعال المزيد من الأزمات لإثبات حضورها في المشهد ولو بأسوأ صورة ممكنة إلا أن المختلف هذه المرة هو التصريح بالتدخل المباشر ولا يمكن وصف هذا التدخل إلا عسكرية سجل إيران في المنطقة الحافلة بالصراعات والنزاعات يقول ويؤكده متابعون إن إيران لا تستطيع خوض حرب عسكرية مباشرة في اليمن ولن تتجاوز فعلها استخدام أدواتها في المنطقة التي تحارب بالنيابة عنها حتى لا تقع في مصيدة الحرب وكلفتها الباهظة فما تشهده اليمن من حرب أهلية دمرت المدن وقتلت الآلاف وشردت أكثر من مليوني يمني نهيك عن خطر مجاعة تحدق بالسكان ولا تزال الحرب تقول هل من مزيد؟ كان السلاح الإيراني والمال والدعم حاضرا في تلك الحرب ومباركا لموجة العنف التي تدخلت في لحظة مصيرية من تاريخ اليمنيين وانقضت على ثورتهم الرئيس هادي أعاد مجددا تأكيده على الخطر الإيراني في اليمن وهو يسجل شهادته أمام المجتمع الدولي عن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي طرحت هذا الكلام في الأمم المتحدة في 2012 عندما زغرنا سفن محملة بالسلاح إلى الحوثيين وهو قول تعززه وثائق وشهادات عدة أبرزها ما كشفت عن وهيئة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق أن إيران ترسل السلاح للحوثيين على الأقل منذ العام 2009 وأنه تم رصد إرسال طهران لست سفن شحن محملة بالأسلحة إلى اليمن ترجمة نانسي قنقر